يغادر غدا فريق شباب فانغاردز البحريني الفائز في النهايات العربية لمسابقة كأس التخيل 2016 إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون ضمن الفرق التي ستنافس في النهايات هذا الفريق يمثل العالم العربي عن فئة الألعاب في المسابقة التي ستقام بمدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية بحث فكر فأطلق لعبة قد تكون الخيار الأول على مواقع الألعاب الإلكترونية هذه اللعبة هي خلاصة الجهود المتواصلة التي بذلها عدد من الشباب طوال الفترة الماضية رغبة منهم في تحقيق مراكز متقدمة في مسابقة كأس التخيل التي تنظمها مايكروسوفت بولايات سياتل في أمريكا وكان لهم ذلك مشاركين في مسابقة كأس التخيل فكرتنا هي اللعبة الرعب تستخدم جهزة العالم الافتراضي ومقياس دقات القلب عبارة عن اللعبة تقيس دقات قلبك وانت قاعد تلعب وكل ما تخاف اللعبة تصر تخوف أكثر فهي تشجع اللعب أن يكون يتحكم في مشاعر قد ما يمكن ويلعب فهي ثاني مرة نشارك في المسابقة ومن أول ما شاركنا لليوم حسنا أن هذه المسابقة شجعتنا أن نطور من نفسنا من ناحية ننظم وقتنا وجدولنا ونطور مهاراتنا في البرمجة وفي البزنس ونتعلم أشياء جريدة كل يوم هذا النوع من المسابقات يحفز الشباب على الابتكار ليفتح المجال أمامهم ليكون لهم مكان في عالم ريادة الأعمال الإلكتروني فشروط المسابقة لا تقتصر على فكرة اللعبة ولكنها تمتد إلى طريقة التسويق لها نحن مشاركين في كأس التخيل حق مايكروسوفت هاي مشاركة الثانية لنا والحمد لله أن نفذنا في البحرين على التوالي والحمد لله هالسنة قدرنا ناخذ مشروعنا اللي فاخرين حنقول مشروع بحريني إنه ودينا لسياتل دوري أناك في الفريق إنه أسوي الخطة الترويجية إنه شلون نواصل حق الناس شلون بنخلي الناس يشترونا شلون بنيب المستثمرين نشوف السوق شلون وبما أن نحن كمشروع يعتبر مشروع عديد فلازم نشوف الناس شكرا يسوون أو نشوف الناس بعد شون يبون ونحاول نلبي طلباتهم المشروع أبولو إكس الذي قدمه فريق فانجاردس هو عبارة عن لعبة رعب تأخذ اللاعب في تجربة مميزة باستخدام التكنولوجيا وعلم الأحياء تعمل بتقنيات الواقع الافتراضي وقياس المؤشرات الحيوية وتقدم للمستخدم تجربة لعبة فريدة من نوعها تختلف درجة التشويق فيها بحسب مستويات الإجهاد ونبض قلب اللاعب كما أن أبولو إكس تشجع اللاعبين على العمل الجماعي والتحكم بمشاعرهم بينما يتمتعون بتجربة لعبة مشوقة خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين